السلام عليكم عزائي ان شاء الله تكونون بخير وعافية يراسلوني هواية مرضى يعني اذكر لي حالته شنو الالاج يقول لي شنو الالاج ش رح تسوي له يعني شون اعرف شنو الالاج اذا ما افحص المريض يعني اذا ناخذ مثلا حالة الانزلاق الغضروفي يجو زيجي يمي من خلال الفحص اقول يحتاج الالاج فقط كمرحلة اولى يجوز القي الحالة متقدمة واقول لي انت تحتاج عملية مو يمي يجوز يجي واشوفه يعني يتحمل انه نسوي له تداخلات غير جراحية مثلا شفط الغضروف او التداخل القسطاري او حقا جذور العصاب مع التردد الحراري يعني انا شلون اقدر اقول لي شنو الالاج واني مفاحصة عزائي بعض الاسئلة ما اقدر اجاوبها من مصلحتكم يعني انا اذا اقول لك علاجك شفط الغضروف فاني اذا اذيك او اذا اخدعك يعني ما امطيك الالاج المناسب الالاج يتحدد بعد فحص المريض وتقييم الحالة المرضية ونشوف الشي المناسب لحالتك المرضية يعني بعض الاسئلة ما اقدر اجاوبها مو عجزين بس يعني ما اقدر اجاوبها بدون فحص المريض ولا اقدر اجاوبها من خلال الاطلاع على الرنين فقط لان اكثر من مرة قدمت وقلت الرنين يفيدنا ونستفيد منه في تشخيص الحالة وفي تقييم الحالة المرضية لكن لا يغني عن فحص المريض سريريا تحياتي لكم جميعا اشتركوا في القناة